ونرفع أصواتنا لعلها تصل مسامع من له ذرة من إنسانية وبقية من ضمير بسرعة الإفراغ على أقارب المختطفين دون أي قرم أقترفوا أو ذنب أرتكبوا سواء نمصح في يوني حملة أقلام وأوراق منذ اختطافه مع تسعة صحفيين آخرين في يونيو 2015 تسوء الحالة الصحية للصحفي توفيق المنصوري المعتقل في سجون ميليشيا الحوثي وقال المحامي عبدالباسط غازي إنه يشعر بالقلق لاحتمال وفاة المنصوري في السجن بسبب مرض في القلب وبالرغم من صدور حكم من محكمة تابعة للحوثيين بإعدام خمسة صحفيين بينهم المنصوري إلا أن غازي أكد استعداد ميليشيا الحوثي للإفراج عنه مقابل إفراج السلطات الشرعية في مأرب عن سميرة مارش وهي متهمة بقيادة عصابة اغتيالات قتلت عشرات الجنود والضباط في مأرب والجوف وألقي القبض عليها في آخر 2018 في محافظة الجوف وبعد عام وأكثر من السجن والإخفاء القصري والتشهير في وسائل الإعلام قامت ميليشيا الحوثي بإحالة صحفي آخر هو سلطان قتران للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وقال المحامي عبد المجيد صبرة إن قتران يخضع للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة إضافة لستين مختطفا آخرين تحقق معهم النيابة بتهمة التخابر مع التحالف المختطفون الذين قدمتهم ميليشيا الحوثي للتحقيق أمام النيابة أغلبهم مر عام كامل على اختطافه وسجنه وكثير منهم أرغمهم الحوثيون على الإدلاء باعترافات مصورة استخدمتها وسائل إعلام ميليشيا الحوثي للتشهير بالمختطفين في سلسلة أفلام بإسم فأحبط أعمالهم وفي حال استكملت النيابة الجزائية المتخصصة وإعداد أوراق التحقيق التي عادة ما تستند إلى أقوال السجناء المنتزعة منهم تحت التعذيب في غرف الأجهزة الأمنية فإن من المتوقع تقديم هذه الدفعة من المختطفين للمحاكمة بجرائم عقوبتها الإعدام ليضاف الصحفي قطران إلى قائمة الصحفيين الخمسة الذين سبق أن حكمت عليهم ميليشيا الحوثي بالإعدام